أكد اجتماع اللجنة التنفيذية للدورة الرابعة والاربعين للهيئة العامة للمنظمة العربية للهلال والصليب الأحمر دعم ترشيح رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي دكتور هلال الساير لعضوية الحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر التي ستجر انتخاباتها بجنيف في ديسمبر المقبل ووافق الاجتماع الذي عقد أعمله برئاسة الساير في العاصمة جمهورية لبنان بيروت على تبني برامج تعزز من روح التسامح الذي يقود إلى التعايش والاستقرار الاجتماعي وتطوير أواصر التعاون بعد مرور أسبوع على اليوم العالمي للعمل الإنساني ها هي دولة الكويت مركز العمل الإنساني تثبت مرة أخرى فعاليتها في عالم الإنسانية وذلك من خلال المشاركة باجتماعات المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر والذي كان برئاسة رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر الكويتي الدكتور هلال الساير حيث تم التطرق إلى موضوعات إنسانية والتعاون والتنسيق بين جمعيات الهلال والصليب الأحمر في إدارة الكوارث والأزمات هذا الاجتماع مهم جدا لتوحيد الجهود الإنسانية في الميدان الإنساني وكذلك توحيد الجهود العربية في المنظمات الدولية تحضر الجمعية كذلك بهدف التنسيق والشراكة الإنسانية بين المنظمات الدولية وبين جمعية الهلال الأحمر الكويتي منظمات عربية تعتبر أن دولة الكويت دائما لديها مشاركات فعالة وقيمة في العالم الإنساني والإغاثي دولة الكويت في حقيقة أيضا هي من الدول الداعمة للعمل الإنساني ومنتشرة في كثير من أسقع العالم لها برامج قوية جدا إغاثية وإنسانية بشكر هون الهلال الأحمر الكويتي اللي عم بيقوم بدعم كامل بلبنان ومع الصليب الأحمر اللبناني لدعم الإخوين السوريين واللبنانيين بنود معروضة للنقاش وبنود يجب اتخاذ قرار بشأنها في اجتماعات متتالية للحركة الدولية ولكن الوفود الإنسانية لا تزال تمارس نشاطاتها الإغاثية وتلبية احتياجات الملهوفين من كل مكان مشاركة فعالة من دولة الكويت في الاجتماع التشاوري الذي يعد تمهيدا لجولة إنسانية طويلة يوم الأربعاء المقبل مريم حموي تلفزيون دولة الكويت بيرون